مناسبة الكلام على كاس العالم الأندية وهي بطولة مهامة جداً حقيقة والناس الأهلوية مستنينها بفرغ الصبر كابتن سيد عبد الحفيز مدير الكرة في النادي الأهلي قال إنه تقرر إنه يكون فيه هتقام ورشة عمل خاصة بالفرق اللي هتشارك في كاس العالم الأندية من خلال تقنية الفيديو كونفرنس ووضح كابتن سيد عبد الحفيز إنه ورشة عمل اللي هتعقدها اللجنة المنظمة للبطولة بتقام يوم 14 يناير اللي جاي إن شاء الله يعني كمان أسبوعين من خلال الفيديو كونفرنس وده هيتم الاتفاق فيها والتنصيق فيها في كل ما يتعلق بالبطولة وخصوصاً كمان فيما يتعلق بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا عبد الحفيز كمان تكلم إنه الورشة دي هتتضمن كل التعليمات وكل اللواقع المستجدة والمنظمة للبطولة عشان تتأكد على كل الفرق اللي هتشارك فيه النسخة اللي جاية والأهلي طبعاً زي ما حضرتكم عارفين هيخوض منافسات كاس العالم الأندية في الفترة من 1 ل 11 فبراير اللي جاي إن شاء الله